اهلا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي ربما في هذه الحلقة والحلقة التي تليها وتليها سنتحدث عن موضوع مهم جدا جدا طالما تردد على السنة العراقيين وبالذات طالما تردد على السنة منه في العملية السياسية بكل أحزابها وشخصها وقواها وأقصد هنا مفردة الدستور وهذه المفردة المفرغة من كل معانيها في العراق منذ عام 2003 لحد الآن هي من سنتحدث عنها في هذه الحلقات الحقيقة ربما سنتضطر إلى الذهاب إلى التاريخ أولا في الحديث عن الدستور العراقي وبعد ذلك نصل إلى دستور عام 2005 الذي نتحدث عنه الآن والذين يتشدقون به كلما وجدوا أنفسهم في ضيق وفي محاولة للتضليل والتسويف أقول سنذهب إلى التاريخ أولا مثلما تعرفون أعزائي المشاهدين دولة العراقية الحديثة تأسسة عام 1921 وفي خطاب التتويج في 23 نحاب 1921 تتويج الملك فيصل الأول ملكا على العراق ملك فيصل الأول رحمه الله عندما تويج ملكا على العراق ألقى خطابا في هذا الخطاب من البداية قال أنه سأبذل جهدي لكي ننجز قانونا هو الدستور العراقي لكي نمارس الحياة الطبيعية ونتمثل بالدول في العالم وندخل العراق في عصبة الأمم المتحدة كان العراق مثلما تعرفون تحت الحكم البريطاني تحت الانتداب البريطاني وقد وعدوا يعني دولة الاحتلال البريطانية وعدت العراق بإدخالها إلى عصبة الأمم المتحدة بعد أن يشكل برلمانه وأن يشكل مجلس نوابه وتستقل مؤسساته ويوافق على معاهدة معاهدة العراقية البريطانية التي كانوا بصدد إعدادها البريطانيين لذلك عندما سمعوا البريطانيين بذلك وهم يعني كان يعرفون ذلك مباشرة شكلوا لجنة في لجنة بريطانية لإعداد هذا الدستور هم عدوا قوانين وبحثوا في كل القضايا التي تهمهم والتي تفيد مصالحهم وأرضت هذه اللجنة التي شكلوها لجنة يعني هذا القانون الأساسي للعراق أرضتها على الملك فيصل الأول رحمه الله في مارس يعني في آذار عام 1922 أرضتها الحقيقة لكن الملك فيصل أحال إلى لجنة اللجنة مشكلة من وزير المالية و وزير المالية كان وسكرتير الشخصي سكرتير الملك و ووزير العدل وزير العدلية في حينها هذه اللجنة درست هذا القانون الأساسي للعراق اللي هو الدستور واللي كتبوا البريطانيين واعترضت عليها و يعني نقلوا اعتراضهم إلى الملك ف وجههم بأن يعدوا قانونا عراقيا فبدأوا بكتابة قانون عراقي غير هذا الذي عدته بريطانيا يتناسب مع طموحات ومصالح العراقيين وقدموا هذا المشروع إلى البريطانيين مرة أخرى لأن العراق كان تحت السلطة سلطة الاحتلال البريطاني فقدموا البريطانيين أخذوا هذا المشروع وأخذوا مشروعهم وبدوا يعملون على بعثوه إلى يمكن وزارة المستعمرات في لندن لدراسة المشروعين ووجدوا في الصيغة توافق بين المشروعين وأعدوا مشروع جديد أخذوا من الصيغتين وأعدوا مشروع جديد لكن في كل الأحوال هو في مصالحهم أعادوا مرة أخرى في نيسان أبريل عام 1922 رجعوا لهذا المشروع ودرسوا لهذا المشروع في ذلك التاريخ وفي 15 شباط 1923 وفي 23 عادة والمشروع مشروع جديد مأخوذ من المشروعين فشكل الملك أيضا لجنة مشتركة عراقية بريطانية مجلس الوزراء في ذلك الحين قرر تشكيل لجنة عراقية بريطانية لدراسة المشروع قامت هذه اللجنة بعد الاستعانة بحقوقيين عراقيين بإجراء بعض التعديلات العديد من التعديلات على هذا المشروع وأرسل مرة أخرى إلى وزارة المستعمرات في بريطانيا في لندن في نيسان في تاريخ 9 نيسان 1923 تم التنقيحة هناك في وزارة المستعمرات في بريطانيا في لندن وأعيدها مرة أخرى أرسل المشروع إلى بغداد في أيلول عام 1923 وأيضاً الملك ملك فيصل الله ورحمه الله شكل لجنة عراقية برئاسة عبد المحسن السعدون لدراسة لدراسة هذه التعديلات ودخال بعض التعديلات عليه وفيها حقوقيين عراقيين ورجال يفهمون في الدستور من العراقيين وأجروا بعض التعديلات عليه ونشر المشروع بالصحف الرسمية في تشرين أول عام 1923 في شهر نوفمبر تشرين أول شهر الدعش 1923 نشر لغرض أرضى على المجلس التأسيسي أرضى المشروع طبعاً هذا الذي قاموا بتعديلات عليه على المجلس التأسيسي فقام المجلس التأسيسي بتشكيل لجنة لدراسة هذا المشروع لاحظوا كل هذه الخطوات لكي يكتبوا دستوراً وألفوا لجنة من كل محافظة نائب يمثل محافظة فاجتمعوا نواب هذه المحافظات وبدأوا يدرسون هذا القانون الأساسي اللي هو دستور 80 مادة وأذكر هنا يعني حادثة تستحق أن تذكر عندما كانوا يدققون هذا ويجرون علي التعديلات قام نائب من الموصل نائب الذي يمثل محافظة نينة وكانت تسمى لواء الموصل فقام وقال لكل من يدققون في هذا ويعدلون فيه قال لهم أرجوكم يا أخوتي يعني احرصوا احرصوا على كتابة كل ما هو مفيد للعراقيين وكل ما يؤاخي بين العراقيين ويدفع عنهم الأذى والسوء والفرقة لأنه الآن ما تكتبونه بأقلام الحذر سيحتاج أهل العراق إلى أنهار من الدماء لتغييره هكذا تصرف أهل العراق البعض الآن يتحدث يعني شكوا بي احنا كنا تحت احتلال كانوا تحت احتلال بريطاني احنا تحت احتلال أمريكي والحالة تختلف ها عندما كانوا يتحدثون ويضعون دستور ويبنون البلاد كانوا يفكرون بهذه الطريقة الوطنية كانوا يفكرون بمصالح العراقين وكيف فكرتم أنتم من تحكمون العراق من عام 2003 لحد الآن بأي مصالح مصالحكم الذاتي ومصالح عزابكم ومصالح قوى خارجية أقليمية ودولية هذا وقع الحال عموما يعني من عام 1921 لغاية 2003 وضع على العراق خمس دستير الحقيقة وهذه الدستير الحقيقة اللي موجودة كانت بهذا الشكل يعني فانتهى هذا الدستور الحقيقة فانتهى هذا الدستور الحقيقة وكتب دستور آخر في عام 1958 وقرر دستور جديدا بعد انقلاب 1963 أيضا قد للدستور وبدل الدستور وفي عام 1964 كتب دستور آخر هذا الثالث دستور بعد ثورة 68 مباشرة كتب دستور آخر وفي عام 1970 كتب دستور آخر واللي استمر حتى عام 2003 وطبعا كل هذه الدستير جرت عليها تعديلات لكن في كل الأحوال بغض النظر هذه الدستير لا يمكن ادعاء أنها كانت كاملة كانت ملبي للطموحات العراقين ملبي للطموحات العراق عالج كل المشاكل لا لا يمكن ادعاء هذا لكن كانت تحتوي على الأسس التالية كانت تحتوي على التأكيد على المواطنة كانت تحتوي كانت تكتب بيد عراقية بنفس عراقي بروح عراقية كانت تحمل الروح العراقية لكن ما كتبه في عام 2005 ما بعد عام 2003 واللي صدر في عام 2005 بروح أخرى ليس لها علاقة بالعراق وهذا مثلا نتحدث عنه في حلقة اللاحقة وقت هذه الحلقة قد انتهت أترككم بخير أستردعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا